حاجة بتبوز جهاز المناعة غير الإفراد في المضادات الحيوية غير عدم النوم غير الصحة النفسية ممكن نقولي أكتر الحاجات اللي بتهدي جهاز المناعة بالنسبة للإنسان أرجع لنقطة الصحة نفسية لحضرتك برضو وجهتنا لها التوتر العصبي اللي احنا فيه حاليا للأسف الشديد ده داق العصر ده الداق الأساسي بالنسبة أنا بعتبره يمكن أكتر من الكنسر وأكتر من حاجات كتيرة يمكن الناس بتخض منه التوتر العصبي اللي بقنا فيه بالذات مع وجود سوشيال ميديا بالذات مع وجود طول الوقت إشاعات وأخبار طول الوقت اللي واحد جهازه العصبي طول الوقت ألرت لقوا برضو أنه الخلايا المناعية بتتأثر بالإياس بالفعل بتتأثر ومش بس كده في دراقصة لقيت أنه تأثير التوتر العصبي ممكن يخليني معرفش استفيد من تطعيمات جسمي مش عارف هي طلع أجسام مضادة كويس عشان أنا متوترة لي من دول التوتر بيعمل سلسلة من الأمراض يمكن مش مجالنا النهاردة نكلم فيها لكن على الأقل هو فعلاً بيتدمر في جهاز المناع فده من الحاجات اللي محتاجين نحاول نقومها طبعاً ده مشكلتنا جميعاً يعني لكن على الأقل مثلاً لعب اليوجا من الحاجات اللي بيتنصح بها جداً أنها بتحسن النفسية وبتهدي الأعصاب شوية وفيه بقى حاجات كتيرة زي بيهيفيرال تينكينج وكده ولايف كوتشز بيساعدوا أن الواحد إزاي يهدى لكن التوتر العصبي ده دائق العصر فعلاً خارب جهاز المناعة كل